لجل الزخط عشان ما تديش لقاحك هي ادي اول مره لفرح يا ما بتلم اشتري الجواز باطلع المستقبل مات يوم ما ماتك هنالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عملين اي اولاد وحشتوني 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 النهاردة معانا فنانة من الزمن الجميل وهي بولا محمد مصطفى شفيق او نادية لطفي اتولدت في 3 يناير سنة 1937 وتوفت في 4 فبراير سنة 2020 ممثلة مصرية اتولدت فحية عبدين بالقاهرة لابا وين مصريين والدتها فاطمة من محافظة الشرقية وده زي ما قالت في اللقاء مع الاعلامي اسامة كمال وهي مش بولندية زي ما البعض قال هي طبعا مصرية حصلت على دبلو من المدرسة الالمانية بمصر سنة 1955 اكتشفها المخرج رامسيس نجيب وهو اللي عدمها للسينما وكمان هو اللي اختر لها اسماع الفني نادية لطفي واقتبسه من شخصية فتن حمامة نادية في فيلم لقنام للكاتب احسن عبد القدوس زكر السحفي فوميل لبيب في مجلة السينما والمصرح في عدد ابريل سنة 1976 عن نادية لطفي انها فننة لها بصمة يعني بصمة واضحة في الرحمة مع أسر الشهداء سنة 1967 ايام النكسة طبعا ومع الجنود في الخنادق في حرب الاستنزاف ومع ابطال المعارك في حرب اكتوبر وبعد كده مع البقسين من اهل الفن وكمان كانت بتجمع له صندوق الفنانين اللي بتقدر عليه يعني وكمان عملت ضمن فريق المتطوعات في اعمال التمريد بالمستشفى المعادي العسكري وده كان بعد حرب اكتوبر سنة 1973 حيث اقمت في القصر العيني الاسعى في الجرحة تقلقت في العديد من الافلام بعضها مع الفنانة سعاد حسني ايه زي السبع بنات ايه وكمان تقلقت برضو مع صلاح زلفقار زي رجال بلا ملامح قدمت عمل تلفزيوني واحد وهو ناس ولاد ناس ومسرحية واحدة بس وهي بامبا كشر وكان لها نشاط ملحوظ في الدفاع عن حقوق الحيوان بداية الثمانينات اتجاوزت ناديا لوت في ثلاث مرات اول مرة لما كان عندها عشرين سنة وده كان من ابن الجيران الضابط البحري اعدل البشاري وده والد ابنها الوحيد احمد واللي تخرج من كلية التجارة وبيشتغل في مجال البنوك وتاني مرة كانت من المهندس ابراهيم صادق شفيق وكان ده في اوائل سبانيات وده يعتبر اطول زيجاتها والتالتة من محمد صبري افلامها من اواخر الخمسينات والستينات كانت سلطان حب الى الابد حبي الوحيد عمالقة البحار السبع بنات مع الذكريات نصف عزراء عودي يا امي لا تطفق الشمس الخطايا قاضي الغرام ايام في الحب مذكرات الميزة من غير معاذ سراع الجبابرة جواز في خطر حياة عازم النصر صلاح الدين ان الدرس سودا سنوات الحب القاهرة في الليل حب لا انسى البحث عن الحب دعني والدموع هارب من الحياة ثورة البنات شباب وحب ومرح للرجال فقط مدرس خصوصي المستحيل الخائنة مطلوب ارمالة عدو المرأة الحياة حلوة قصر الشوق بنت شقية السمن والخريف غراميات مجنون الليالي الطويلة عندما نحب جريمة في الحي الهادئ ايام الحب قصة خامس ساعات كيف تسرق مليونير بفوق الشجرة نشال رغم انفه سكرتير ماما الممياء في سبانيات بقى كانت ايام جميلة جدا عملت الرجل المناسب اعترفات امرأة الزريف والشهم والطمع عشاء الحياة رجال بلا ملامح الحاجز الزائرة ظهور برية قاع المدينة الاخوة الاعداء ابدا لن اعود على ورق سليفان بديع مصابني بيت بلا حنان حبيبة غيري وسقطت في بحر العسل الاقمر رحلة داخل امرأة ورق الشمس في التمانينات بقى اين تقبيقنا الشمس الاقدار الدامية منزل العائلة المسمومة الاب الشرعي في التلفزيون سنة الف وتسعمية تلاتة وتسعين قامت بدور قدرية في مسلسل ناس وولد ناس الله يرحمها توفت عصريوم أربعة فبراير سنة الفين واشرين اثرت دهور حالتها الصحية بسبب اصابتها بنزلة شعبية حادة والتهاب في القصبة الهوائية وده قد لفقدانها الوعيها ودخلت العناية المركزة لغاية ملفزت انفسها الاخيرة ولقت وجه كريم رحم الله الفنانة وتجاوز عن سيئاتها واسكنها فسيح جناته لو اعجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو سبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس لكي يوصلكوا كل جديد وصلوا عنا في الكومنتات ودووا على البعض دعوة حلوة افتكروني في دعواتكو بحبوكو قوي 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 باي باي